بلال لو قلت لك حطوا تشكيل للنادي الأهلي أنا أول مرة أقول لحد بلالت تشكيل بالأسماء يعني مصطفى شوبير ربيعة ومنعم هاني ومعلول مروان أكرم إمام مروان أكرم إمام اه مش كوكة يعني لا لا مروان أكرم إمام بيرستاو حسين الشحات وسام ده التشكيل من وجهة نظر يبقى التشكيل من وجهة نظر يعني ده تشكيل يبقى تشكيل مثالي بالنسبة لفرقة النهالي الأهلي في مباراة التراجي هناك بيرستاو ولا ردا سليم لا بيرستاو في وجهة نظر في بيرستاو وجهة نظر في بيرستاو إنك أنت ممكن تلاقي مساحات مساحات تشتغل عليها بيرستاو عنده السرعة تمام وخد بالك أنت محتاج لعيب يعني وكوكة أساساً مش معاهم أنا بقول لك كوكة الاسم يروح في النصة أصلا فبيرستاو بيجيد اللاب في المساحات لعيب رائع في المساحات دينه مساحات يقدر اشتغل فيها بشكل كويس جداً يعني تمام وخد بالك هو في المباراة الإفريقية بيتقلق بشكل بشكل كبير جداً بيرستاو يعني بشوف ناحية الراية وينجي بتاعنا أن تلعب بيرستاو أفضل هيقدل حتة لجمية بشكل جيد هيبقى عنده سرعات هيبقى جابها رائع جداً 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 من وجهة نظر الشخصية يعني هيبقى أفضل من أفضل من ردا سليم من ردا سليم ممكن تعول عليك في الشوط التاني يعني أنت عارف ممكن لو ربنا كرم وجبت يقولني تفتح المساحات الدنيا تجري معاك توسع ممكن ممكن وهي مباراة التفاصيل يعني أنا كمان أتمنى أتمنى أن الأهلي نستغل الكرات السبتة يعني احنا برضو يعني أهدفنا من الكرات السبتة قليلة والماتشات اللي زي دي خد بالك يا سلام ممكن ما تخلقش فرصة طول المباراة ممكن فاول على الثمنتاشر كرة عرضية من على الثمنتاشر تسجل بيها هدف المباراة الصغيرة دي مش بتدورون أنك تروح مفردين ثلاثة وتسجل منهم هدف ممكن ما تلاقيش على فكرة مفردين ثلاثة ممكن ما تلاقيش فرص خطيرة انت عارف طبع فممكن يبقى يعني فاول على الثمنتاشر ركنية بتشتغل فيها كويس الحاجات بتفرق جدا مع الفرق الكبير وللي طبعا النادي كبير ويقدر ان شاء الله بإذن الله تعالى أنه يخرج من نتيجة جيدة هناك النهاردة رب أخد رسائل كثيرة جدا رسالتك للعبين والجماهير وكل حاجة أنا رسالتي الأول للجمهور مهما كانت النتيجة هناك في مباراة عودة هنا في القاهرة المباراة يعني النهائي لن ينتهي لبصفرة الحكم هنا في استاد القاهرة تمام مهما كانت نتيجة المباراة فدايما سابورت إن شاء الله لحد لحد ما الحكم يصفر هنا في القاهرة ده رسالتي للجمهور وثقه في لعبتك بشكل كبير وثقه في المدير الفني اللعيبة طبعا أتمنى إن شاء الله كل واحد يوفحلته في المباراة احنا محتاجين بس التركيز التركيز 100% مش 90 ولا 80% تركيز اللعيبة مهم جدا يبقى 100% في المباراة الفاينال خاصة أنت بتلاعب فرقة اكوال بالنسبة لك فرقة شبهك في الأداء شبهك في الفكر انت بتعبش فرقة من إفريقيا هتقدر تضحك عليه ومتشتغل بقى في البلعيند أريا وتعمل تتلعب فرقة شبهك بالضبط التفاصيل بتاعتهم قريبة منك فانت محتاج تبقى مركز 100% محتاج تبقى في حالتك بشكل بشكل قوي جدا 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 لأن الهفوات الصغيرة هي دي اللي بتضيع بطوله التركيز طول المباراة واللي يكسبك بطوله مستر كولر يعني الراجل بيقدي بشكل كويس جدا جدا أتمنى إن شاء الله أنه يوفق في التشكيل ويوفق في التغييرات بإذن الله تعالى يا رب إن شاء الله ويستطيع أن يفوس في هذه المباراة